معركة الحديدة تفتتح فصلا من المناقشات الإقليمية والدولية بشأن اليمن مدفوعة بالمخاوف بشأن الأوضاع الإنسانية وتداعيات المعركة على الوضع الإنساني الهش في البلاد فقد دعت بريطانيا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الخميس لإجراء مشاورات عاجلة بعد بدي معركة استعادة الحديدة وهو الاجتماع الثاني من نوعه حول الموضوع ذاته خلال أسبوع وفي القاهرة عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مسؤول مندوبين وناقشت تطورات الجارية للأوضاع في اليمن في وقت أوضح فيه مندوب الإمارات وسفيرها لدى القاهرة جمعة مباركة الجنيبي أن استعادة الحديدة سينهي تهديدات الحوثين للملاحة البحرية وستساهم في إحداث تغيير واضح في موازين القوى على الأرض مما يعيد الزخم مرة أخرى إلى المفاوضة السياسية المتوقفة حاليا فرنسا من جهتها وفي بيان صادر عن خارجيتها دعت إلى ضرورة تفعيل الحل السياسي التفاوضي لمعالجة ما وصفته بأزمة الحديدة وشددت على أن التفاوض هو الذي سينهي الحرب في اليمن بطريقة مستدامة ويوقف تدهور الوضع الأمني والإنساني على حد تعبير البيان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث عبر عن قلقه من التطورات العسكرية في الحديدة ومن التصعيد العسكري الذي قال إن له عواقب وخيمة على الوضع الإنساني الصعب في البلاد وسيكون له تأثير سلبي على جهوده لاستيناف المفاوضات السياسية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للنزاع في البلاد وأكد جريفث مجددا أن لا حلا عسكريا للصراع وأنه يواصل العمل على أي فرصة متاحة لتجنب المواجهة العسكرية في الحديدة وأن الأمم المتحدة مصممة على المضي قدما في العملية السياسية رغم التطورات الأخيرة ميليشيا الحوثي وعلى لسان الرئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي كاشفت عن تلقي الميليشيا تأكيدات من الجانب البريطاني بأن الإماراتيين والسعوديين ملتزمون بعدم التدخل في معركة الحديدة إلا بموافقة لندن وماشنطن ومساعدتهما ووصف الأنباء التي تحدثت عن هدنة في الحديدة بأنها غير صحيحة يبدو أن معركة الحديدة دشنت كذلك مرحلة جديدة من انفتاح التحالف على الشرعية التي صادف وجود كل رموزها خارج البلاد لحظة انطلاق هذه المعركة ما دفع بالتحالف إلى إنهاء الفيتو الذي وضعه أمام عودة الرئيس وحكومته إلى العاصمة السياسية المواقعة عدن